هايكون معايا دلوقتي رامون كالديرون واحد من اهم رؤساء نادي ريال مدريد على مر التاريخ الرئيس الاصبق لنادي ريال مدريد يا فندم مساء الخير عليك مشرفني ومنوارني برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري ان انا اشكركم لهذه الدعوة وانا نسعد جدا بالمشاركة في هذا البرنامج اتشرف جدا يا فندم كيف شاهدت هذه المواجهة اليوم بين ريال مدريد وبرشلونة في نهاية كأس السوبة الاسباني من وجهة نظرك هل قدم ريال مدريد الاداء المطلوب ام ظهر بشكل سيء اليوم لابد من الاعترف ان البرشلونة كان الافضل ولا قد فاز بالعدل وفي الرياضة الطريقة الاخرى غير المكسب فهي كيف تعرف ان تخسر وان تبارك لخصمك واعتقد ان الريال مدريد لم يكن على المستوى المطلوب في هذه المباراة واعتقد كان هناك اللعبة المرهقين في الفريق واعتقد التأسيرات السلبية من المونديال واعتقد ان اللعبة لم يكن في المستوى المطلوب ولكن بالحقيقة برغم كل هذا فان البرشلونة قدم اذاء رائع وكان يستحق اللقب لماذا ظهر ريال مدريد بهذا المستوى من وجهة نظرك هل هي تشكيلة ناقصها بعض التدعمات هل هو اخطاء من المدير الفني لماذا ظهر ريال مدريد بهذا الشكل من وجهة نظر انا اعتقد ان في الريال مدريد كما قلت من قبل انا مودريد وطوني كروس كانوا لعبا مهمين جدا في منتصف الملعب وكانوا استطيعين ان يقلبوا اللعب لصالحهم ولصالح بنيسيوس ولكن اعتقد اليوم لم يكن على المستوى المطلوب واعتقد ان مودريد لعب المنديال كله وكل المباراة حتى النصف النهادي واعتقد انه مرهق من هذه المباراة واعتقد لا يبد الوضع في الاعتبار عمري واعتقد انه كان من الوضع انه مجهد فكان هناك اخطاء في الدفاع وكانت هناك اخطاء في عدم التركيز فهؤلاء العيبة كانوا اثبتوا انهم يستطيعون ان يكسبوا اي مباراة وكانت شخصيتهم متمشية مع هذا وسأتعود ان يفوزوا في مباراة معقدة كما شاهدناهم في العام الماضي ولذلك اعتقد بانهم يكون ارهاق عام وفقد التركيز وكما اتحدث عن تدائمات واجبة لريال مدريد في تشكيل الفريق صفقات جديدة اي المراكز من وجهة نظرك تحتاج تدائمات سريعة للريال مدريد اي المراكز في ارض المرأة او في تشكيل الفريق انا اعتقد من المفضل هو الحصول على مهاجم جيد شارك كريم بن زيمة واعتقد انه قد تقدم في العمر ايضا لابد من الوضع هذا في الاعتبار وهو لم يلعب جميع المبارات ولكن وفي حالة عندما يلعب كان يستلزم ان يكون بجانبه او يلعب مكانه مهاجم اخر حتى يستطيع ان يلعب بالراحة ولكن اعتقد انه من المهم جدا الحصول على مهاجم لاننا الان بعد 15 يوم من اللعبة في الليجة الاسبانية فاننا نرى لابد ان يكون هناك مهاجم هل تتوقع ان ريال مدريد على هذا المستوى يستطيع الفوز بالدور الاسباني في النهاية هل يستطيع الحفاظ على لقبه في دور ابطال اوروبا كما كما لعبا بمستوى اليوم فاعتقد الدول ليس من السهل ولكن لابد ان نعرف ان ريال مدريد انه فريق ذو خبرة في النهود في الاوقات الصعبة لقد قمت بهذا في عهدي اكثر من مرة وبالتالي اذا قام بهذا الاداء القديم الازل نعرف عنه فقد يستطيع ان يفوز ببعض الالقاب واعتقد ان الفريق كما رأيتم انه من المعتاد ان يتخط الصعوبات التي يلقاها واعتقد انه سوف انا اأمن ان يكون بعمل مثل هذه الاشياء في هذه الفترة او هذا الموصف لو كنت رئيسا للريال مدريد في الوقت الحالي هل كنت ستبكي على انشلوتي مديرا فنيا للفريق في زل وجود زين الدين زيدان حرا طليقا دون فريق حتى هذه اللحظة نعم نعم بالطبع هو مدرب قد فاز بكل شيء حتى المسلم المنصرم فاز بكله لكن اعتقد اننا اعتقد ان الرئيس الحالي ريال مدريد سوف يجد الثقة فيه وسوف يستمر بقيات ريال مدريد تحدثت معي عن مهاجم لي ريال مدريد يحتاج الدعم في هذا المركز هل ريال مدريد يحتاج الدعم في مركز الجناح ايضا من الممكن اعتقد من الصعب جدا اعتقد ان المركز لن يتم التعاقد مع لعيبة جديدة ولكن لابد من البحث عن لعيبة بمستوى ريال مدريد واعتقد اننا لابد ان نصبر لنهاية الموسم لو انا كنت الرئيس الحالي ورأيت انه من المهم التعاقد مع لعيبة جدد ولكن لابد انتظار لنهاية الموسم حتى ارى لعيبة مناسبين للتعاقد هل اخطأ هل اخطأ ريال مدريد في عدم الدخول في مفاوضات جدة مع ليفربول لضم محمد صلاح في الصيف الماضي من وجهة مزرك اعتقد بان ليس من السهل اعتقد انهم لم يكن في النية انهم يبيعوا محمد صلاح ولكن لا اعرف الحقيقة ولكن اعتقد انا اصر بان ريال مدريد فاز بكل بطولات في الموسم المنصرم وقد اظهر هذا المستوى وبالتالي من الممكن ان استمر المدرد لانه قد يواجه بعض المشاكل في التعاقد مع محمد صلاح لان محمد صلاح اللعب مميز يستطيع ان يلعب في اي فرق العالم وهنا اخص بالذكر افضل فرق العالم ولكن اعتقد الريال مدريد كان ان يضم لصفوفه تعملت في السابق مع زين الدين زدان الأسطورة زين الدين زدان ما رأيك في التصريحات الهجومية اللي شنها رئيس الاتحاد الفرنسي مؤخرا على زين الدين زدان اللي كان فيها كثير من قدر الهجومية لهذا الاسطورة الكبير في تاريخ كرة القدر ما رأيك انا اعتقد اللي اعرف هو الذي ما قرأته فاعتقد ان اللعب لم يحترم ولم يكن الاحترام المطلوب ولكن انا نفس احترم زيدان واعتقد انه كان لعيب مفز مثله مثله في التدريب ايضا واعتقد انه شخص مميز جدا وان هو يستحق ان تحترمه وان تعجب به اخر السؤال لو كنت رئيس رئيس لريال مدريد في الوقت الحالي هل كنت ستفشل في ضم كاليا نمبابيه لعب باريس سان جرمان انا كنت اتمنى انا اتمنى ان يتعقد مع الامبابيه ولكن الامبابيه قالها بصراحة انه لا يريد ان ينضم للريال مدريد وبالتالي ان الفريق الفرنسي جدد اعقد معه فاعتقد ليس من المنطقة نتحدث عن هذا لان هذا الامر قد حسم وانا اعتقد ان من افضل اللاعبين في العالم الان وهو الان قد ابرز هذا واعتقد اذا ضموه في المستقبل سيكون حظ الريال مدريد افضل اي لعب في العالم الان تتمنى ان تشوفه في ريال مدريد في المستقبل مدريد يضموه في المستقبل تتمنى انك تشوفه في المستقبل بكميس ريال مدريد صعبة في الاستماع طيب مرة اخرى لو طلبت منك اسم واحد تتمنى تشوفه في ريال مدريد في المستقبل من الاسماء اللي موجودة في كرة القدم العالمية تحب تشوف مين بكميس ريال مدريد انا اعتقد انا هذا الوقت ليس المناسب انتحدث عن هذا الموضوع لاننا لدينا بعض شؤون المعقدة لانه كما كما قررت فانو فاز بجميع الالقاب السابقة وبالتالي لابد انه جد السقة فيهم واعتقد ريال مدريد يبحث عن افضل العيبة في العالم وبالتالي لابد من التفكير في كله وبالتالي المدرب نفسه لابد ان يفكر في هذا وهو الذي يرى بوضوح ما الذي يحتاجه الفريق ودعم يستحق الفريق وبالتالي لن أستطيع أن أتحدث عن انضمامات جديدة أو تعاقدات جديدة مع اللعبة أخرى طيب بالعودة إلى الخلف لماذا خرج المنتخب الأزباني مبكرا من كأس العالم من وجهة نظرك أعتقد بأن الفريق شاب جدا ولكن له مستقبل باهر قد يكون قد ينقصه الخبرة فصراحة كلنا كنا ننتظر أن نذهب لأبعد من هذا ولكن لم يحالفهم الحظ وأعتقد هذا كان أعتقد أن المباراة الأولى كنا كلنا كنا كلنا منفعلين عندما رأينا النتيجة الكبرى ضد كستريكا وتمنينا أن يفوز بالكسران ولكن أعتقد لم يحالفه الحظ ولكن فإنه فريق ما زال شاب قد يفتقد الخبرة الكافية فوز بهذا اللقب ولكن أعتقد في المستقبل سوف نرى هذا المنتخب يفوز بالقاب رأيك فيما قدمه المنتخب المغربي من مفاجأ في هذا المونديال والوصول لنصف نهائي كأس العالم رائعة كانت مفجأة جميلة جدا أن أظهر أنه فريق قوي جدا ولديه شخصية على المستوى التقني والتكتيكي والاستراتيجي أعتقد أن هذا الفريق قدم صورة في المستوى له وأعتقد أنه لم يكن محظوظ للآخر ولكن أعتقد أن هذا الفريق كان فريق قوي جدا وكلنا كنا متفاجئين من مستوى المغربي وخصوصا عندما كان يلعب ضد فرنسا فكانت مبركة جيدة جدا وأعتقد أن المدير الفني قد قام بداء رائع وأعتقد أنه قام قدم داء في بطولة رائع أخيرا هل حلم العودة لرئاسة ريال مدير يروضك ولا هذا الأمر صفحة وأغلقت إلى الأبد أنا كنت أتراج مدير لمدة عشر سنوات سبعة منهم قد الرئيس وثلاثة منهم قد عوضوا مجلس إدارة فأعتقد أن هذا كافي طبعا هذا منصب معقد لوما سؤلته بالنسبة للفريق وفريق ريال مدريد قصة الفوز هذا إلزام وليس رفاهية وبالتالي أعتقد أننا فوزنا بسبب اللعيبة جيدين وتقديق جيد وكنا عشنا فترة جيدة وكنا طبعا بالتعاقد مع مدربين جيدين مثل زيدان وضم كريسانو رونالدو للفريق فأعتقد فأعتقد أنه وقت الآخرين حتى يتقلض رامون كالديرون الرئيس الأسبق لنادي ريال مدريد أنا بشكرك شكرا جزيا على هذه المداخلة تشرفنا جدا زي مقلت لكم اليوم يوم ريال مدريد وبرشلولا يوم الكلاسكو مداخلة مع ديت بوسكي مداخلة مع كالديرون الرئيس الأسبق لريال مدريد أتمنى دايما أن حضراتكم تستمتعوا معنا بهذه المداخلات العظيمة من كل مكان في العالم اليوم يوم أسبانيا اليوم يوم الكلاسكو اليوم يوم ريال مدريد وبرشلولا فوس كبير لبرشلولا في نهاية كأس السوبة الأسباني على ريال مدريد 3-1